مولود السرطان بالنسبة للك يا مولود السرطان هاي السنة راح تغير كتير شغلات بعد ما ضلينا نحكيه لك زحل وزحل وزحل بأثر عليك بالسنوات الماضية زحل راح خلاص وصار بالنسيان هلأ راح تبلش صفحة جديدة يا مولود السرطان فيها أجواء داعم وإيجابية للك على النطاق العاطفي والعملي والاجتماعي في كتير شغلات راح تكون لصالحك يا مولود السرطان فحاول استغلالها كتير منيح خلينا نبلش بزحل والمشتري ما راح يأثروا عليه خلال 2021 في عندنا كمان الزهرة الزهرة مهمة لأنها راح تتواجد بشكل استثنائي ببرج الجدي لأكثر من مرة بالعام الحالي ففي فرصة أولى عندك بكانون الثاني يناير هو الشهر اللي احنا في يلا في عندك 22 نظامبر وكانون الأول ديسمبر هدول الأفضل لإلك يا مولود برج السرطان للارتباط للدخول بعلاقة عاطفية جديدة بالإضافة لشهر حزيران يونيو اللي هم اللي بتكون الزهرة موجودة عندك راح تدعمك بشكل كتير كبير وبأجواء جيدة فرح نحكي أنه 4 شهر من 12 شهر هي للارتباط للعاطفة للفرص الاجتماعية والرحة بالنسبة للعمل برج الحمل اللي هو بيت العمل لإلك يا مولود السرطان فارغ من أي عوامل أو أي أحداث راح يطلع المريخ كمال خمسة أيام راح يريحك راح تبطل في عندك قرارات سريعة ومتهورة على نطاق العمل راح تكون أمورك العملية أهدى من السنوات الماضية وبالنسبة لإلك الأجواء راح تكون دائمة بشكل كتير كبير بعد 3 سنين من التوتر العاطفي والاجتماعي والصحي هذه السنة راح تعوضك كثير يا مولود السرطان وترجع لقواعدك سالة ولكن نذكر كانون الثاني ناير حزيران 22 نوفمبر وكانون الأول ديسمبر مولود الأسد شو بدنا نحكي لمولود الأسد مولود الأسد لما رتبنا إلى 2001 الشيوة الأكثر حظة ولقل حظا كان مولود الأسد هو بقاعل قائمة صراحة بالمرتبة 12 ليش؟ لأن زحل والمشتري مقابلين لإلك يا مولود الأسد وهذا صراحة راح يوترك شوي ولكن زي مولود برج التور راح تنقسمه لقسمين قسم شهر 7 وقسم شهر 8 قسم تموز يوليو أو شهر 7 راح يكون تحت تأثيرات زحل لازم ينتبهوا على علاقتهم العاطفية وعلاقاتهم مع أصدقائهم وسمعتهم أيضا لأنها ممكن تتضرر بوجود زحل ببرج الدلو فإذا كانت علاقتك قوية العاطفية راح تضل مع بعض المشاكل أما إذا كانت واهنة وضعيفة فراح تروح مع الرياح راح تجيها أو تهب عليك فبدك تدير بالك إذا كنت من مولود تموز يوليو على أمورك العاطفية لأقتك مع أصدقائك سمعتك بينما مولود أبو أصدقائك سيكون تحت الأضواء والحياة الاجتماعية الحلوة وأيضا فرص عاطفية للدخول بعلاقة عاطفية جديدة أو ارتباط فمولود الأسد راح يكون كمان في عنا قسمه من شهر 7 وشهر 8 شهر 8 راح يكون أفضل من شهر 7 وهذا لأنه بسبب زي ما حكينا المشتري راح يكون بزيارة سريعة لبرج الدلو وخاطفة فرح تكون زيارته مش كتير طويلة فعشان هيك موليد العشية الثالثة خصوصا لهم راح يكونوا الأكثر من كل برج اللي هم التور الأسد العقرب وأدى لهم الأكثر حظا بالأجواء اللي راح تكون موجودة حواليهم فمولود الأسد بداية عاطفية بدك تركز على أمورك العاطفية إما بارتباط أو بانفصال راح تكون هي المهمة خلال 2021 بالنسبة لأمور العمل لازال أورانس ببرج التور بيوتر أمورك العملية أو بغير أو بعمل شوية انقلابات فموليد كمان شهر 7 للأسف بدهم ينتبهوا في عندهم تغيير كامل وجذري بأمورهم العملية من جهة لتانية أو من الشغلة لتانية اللي راح تكون فيه تغيير كتير كبير فلازم ينتبهوا بقراراتهم العملية موليد شهر تموز يوليو لأنه فيه تغييرات مهمة بالنسبة للأمور الأخرى صحيا بدهم ينتبه مولود الأسد الأجواء الصحية قد تكون مهمة أكثر خلال بداية السنة خصوصا بشهر واحد واثنين وكمان شهر واحد واثنين مهمين عمليا إنك ما تأخذ ولا قرار عملية مولود برج الأسد لأنه الأجواء المتوترة بسبب وجود أورانوس والمريق اللي ممكن يجعلك تأخذ قرارات سريعة وممكن تندب عليها فمولود الأسد هي مش سنة كتير سهلة ولكنها سنة راح تكون فيها قرارات مهمة لازم تكون قدها لازم تفكر فيها قبل ما تعطي أي قرار ممكن تندب عليه بالمستقبل وزي ما حكينا الأمور العطفية هي الأهم لإلك يا مولود الأسد بالألفين وواحد وعشرين مولود العدراء مولود العدراء زي مولود الجوزاء يعني ما فيها التأثيرات الكتير كبيرة صراحة لمولود العدراء لا يكون فيه عنده شغلات كتير مهمة فصراحة مولود العدراء السنة راح تكون هادي قليلة الحركة بالنسبة لإلك بطيئة جدا إذا منشوف زحل والمشتري منقول أنه فيه تأثيرات قد تكون إلها علاقة بالأمور خلينا نحكي الصحية أو الشراكة العملية مولود شهر 8 يبدو يدير بالهم على شراكتهم العملية وعلى صحتهم شوي خصوصا مناطة الضوف اللي عندهم مولود شهر 9 ممكن يدخلوا بشراكة عملية خلال عام 2021 وأيضا صحتهم إذا كان بتعاني من المشاكل ممكن تتحسن ويسمعوا أخبار جيدة لكن بالنسبة لمورود العدراء الفترة الأهم لإله رح تكون بين 13 أيار مايو و28 تموز يوليو لما يدخل المشتري لبرج الحوت اللي هو بيت العاطفة والارتباط فرح يكون في عندك فرص جيدة مورود برج العدراء خلال هذه الفترة لتدخل بعلاقة عاطفية جديدة أو ارتباط وحياة اجتماعية رح تكون أفضل من الفترات الماضية يعني في عندك تقريبا مورود العدراء أكثر من 3 أو 4 شهر من فرص عاطفية وحضور وجاذبية للناس اللي حواليك بالنسبة إلى وضع العمل رح يكون زي ما حكينا هادي ما في أي تغييرات خلال العام الحالي ممكن تكون في فرصة وحدة خلال شهر أيار مايو لتغيير شغلك أو اقتناص فرصة مهمة ترجمة نانسي قنقر